السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة سيدلي الدائم من الهام شنال جزبا ان شاء الله ستكونوا باخر والاخير ستكونوا فرحانين ستكونوا ناشطين ستكونوا موردي لكم بزينة و تمام عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتسبيعات الغزالات الوفيات على القناة سيدلي اكيد الهام شنال لغسطة اليوم ووصفة اليوم ستكون وصفة مختصة بالتخصيص بحبات من القزبرة ستكونوا من الوزن الزائد وهذه المصفة ستخدموها ناس كثير والحمد لله القول للنجاح اليها والقول اشياء ايجابية لا تعد ولا تحسا فمن وزنيو 50 كيلو ستكونوا 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 وزن هائل ستكونوا إلى 62 كيلو فقط ولكن هذا شيء اكيد مع التكرار مع المداومة على هذه المصفة وتستخدموها تكرروها خصوصا ولكن تعالون من دهون كثيرا على مستوى الباطن أو الجوانب أو الأرداف بالنسبة للناس اللي عندهم هكذا دهون في جميع المناطق من غير البطن والأرداف والجوانب فأكيد حتى وصفة اليوم ستفيدكم ولكن مع التكرار المداومة وأي وصفة طبيعية كنتم تبغيونا ندوموا عليها ونستمروا عليها باش هكذا لقوا أشياء اللي هي مفيدة لنا فهد الشي كامل سيكون المكون رئيسي دياله هو القزبر أو القزبرة فأنتمنى ينال الرادة ديالكم وينال الإعجاب ديالكم هذا هو أهم شيء عندي في هذا الفيديو هذا هو الوصفة تجربوها وتكسبو لنا في تعليقات كيف أجدتكم بعد ما جربتوها ويش استفتو منها ويش مستفتوش منها ويش نالت الإعجاب ديالكم ويش نالت الرادة ديالكم كذلك وأنا أكيد نبغي نرحب بكل تعليقاتكم واقترحتكم واستفساراتكم كذلك وبسم الله على بركة الله سنتعرفوا نبدأ بأول مكونات فعندي هنا القزبرة بودرة عفوا هنا عندي الكامون ماشي القزبرة ها هي القزبرة هانتما بالنسبة للقزبرة فكتاخذوا الكمية المناسبة لكم وكتطحنوها يعني تكتصبح بودرة بهذا الشكل أنا غادي نوريها لكم أكثر هانتما كيفاش كتكون القزبرة بودرة لأنه بزاف السيدات كيبغيوا يعرفوا الشكل ديال القزبرة بودرة فهو هذا لأنه الأغلب يما كيستخدموهاش بزاف في الأوكلات القليل القليل يعني اللي كيستخدموها في بعض الشيوات ولا في بعض الأوكلات يما كتستخدمش في كل المأكولات صراحة وإنما في البعض منها فقط وزوينا يعني في كيستخدموها كده في بزاف ديال الأوكلات وصراحة تنسم ديك الأوكلات اللي غادي تستخدمها أكيد فغا نحتاج القزبرة القزبرة عندها دور مهم مفعال ورئيسي بخصوص نقصان الوزم ممكن تبحتو عليها بالنسبة للسيدات لي ما كيبغيوش هكذا يعملوا أي حاجة من الفراغ يعني كيبغيو يزيدوا تعمقوه في الموضو أكثر فممكن تبحتو على سوق تغنيت تغنيت فوائد لا تعد ولا تحسن نحتاج القزبرة بودرة نحتاج الكامون البلدي نحتاج كمية بودرة نحتاج القاكب برد العسير الليمون ونحتاج 1 كوب الماء فهدو هم كل العناسير اللي غنحتاجوا في هذه الوصفة بخصوص تخصيص الوزن يعني مكوينات بساط هرخاص واهم شي انه في متناول جميع يعني ممكن اي شخص يعمل هذه الغصوات في البيت وفي المنزل وبالتالي يلقى لها اشياء ايجابية واشياء اللي ان شاء الله غادي تنال الرداء والاعجاب فانتزول طريقة التحضير وطريقة الاستخدام وطريقة التطبيق ونشرح لكم التفاصيل ديالالوصفة وانتزول تشربوها لانه اكيد هالمسائل ضروري تعرفوها وضروري عرفها اي شخص اكيد فبسم الله على بركة الله غادي ناخد هنايا كوب بالشكل وغنضف له الكيمية المناسبة يعني على حسب الرغبة هنيا غادي نضيف كميا من القزبورة هذي نضيف كميا من الكامون نضيف عصير ليمون نضيف كمية من الماء لقد نضيف المشروب يمكن أن نضيف المشروب ومن المنزل نضيف مضيف ونضيف المشروب نضيف المشروب المشروب يصبح جاهز للاستعمال طريقة شفوية اخذ القزبر حبوب وكامون حبوب وضعهم في كسرول وضعهم ماء بارد وكامون حبوب تغليهم جيدا وبعد ماء يغلى تأخذ الماء وكامون حبوب هذه هي طريقة زوينة ممكن تزيد الدفول معلقة من عصير الحامض ممكن لا تضيفها دائما تبقى رجال وهذه طريقة أولى تأخذ كل مكونات وكامون ماء مغلى وكامون ماء مغلى وكامون حتى تلقوا الفعالية وكامون حبوب وكامون حبوب وصفة اليوم سهلة ومهلة مهلة وكامون بسيطة ورخصة ممكن اي شخص اي شخص اعمال في المنزل يلقى نتائج مذهلة ورائعة من 150 لل60 يعني رأي شي حاجة اللي لا تعد ولا تحصف فقط كتبغي المدهمة كتبغي انكم تكررها مرارا وتكرارا بخصوص طريقة استخدامها وطريقة شرب هذا المشروب هذا فكتاخدوه على الريق قبل وجبة الفطور كتاخدوه كوب وكتشربوه المدة ديال يومين ليلة وحدة ثلثيامة على حسب الدهون اللي عندكم ومن بعد ما كتحسوا بالدهون هبطات كتحبسوه بمشروب لانو اللي بقيتو كتشربوه فيه بزاف غادي ينقص لكم الوزن بكمية كبيرة بزاف وهاد شي اكيد انتو ما ما غا تبغيوش غا تبغيو الوزن ينقص في الحدود ديالكم انتو ما في الحدود المناسبة لكل شخص سواء كامرأة او لا رجل فهد شي لكن اليوم بخصوص هاد الفيديو بخصوص هاد المحلول لي ولا ارواع يعني محلول كيستحق منكم التجربة لاحظوا معايا كيفاش عامل هاد المحلول هذا يعني رائع اهم حاجة هو انه زوين الناس اللي يسولوني على التحلية فما كين لاش يعني تحليو المشروب بلاش لانو هو كيجيني انا يا مزيان في البنة دياله لاحظوا ملعقة ديال الاحسل ديال النحل الحر ولا الطبيعي ولا السكر اللي اتوفر عندكم وعلى حسب اللي كين في البيت ديالكم وفي المنزل ديالكم وهذا الشي اللي كنتمنى انني جاوبتكم على جميع الاسئلة اي تساؤل اي اقتراح خليوا لي في التعليقات ان شاء الله نجاوب الجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة